السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تكون مقنعا في كلامك بداية عليك أن تختار الوقت المناسب للتحدث مع ذلك الشخصي فبالتالي ذلك يؤثر بشكل كبير جدا وإيضا عليك أن تعرف الشخص جيدا بما مثلا تقوم بمعرفة جميع التصرفاته وجميع اهتماماته المختلفة فذلك يؤثر بشكل كبير جدا على هذا الأمر فبالتالي عندما أعرفت هذا الشخص كما يفكر وطريقة تفكيره نستطيع فك اللغزة والدخول إلى المنطقة الحساسة لديه للقدرة على إقناعه وإيضا عليك التخطيط بشكل تام وكامل بما سوف تقوله وبما سوف تفعله وإيضا عليك أن تمتلك مهارة التحدث السريع الذي تعتبر بمثلا بأنك واثقا من نفسك حتى تستطيع القيام بهذا الأمر وإيضا كما لا أعلم عليك أن تميز بمهارات لغة الجسد المختلفة وعلى أن تكون وضعية جسمك مناسبة وإيضا أن تكون ذو شخص واثق من نفسه جيدا حتى تستطيع محاولة إقناعه وبهدوء وإيضا مهارة الإصغاء الجيد تعتبر مهارة جيدة وممتازة لهذا الأمر فبالتالي عملية الإصغاء تفيد بشكل كبير جدا في عملية الإقناع فبالتالي فهي تعمل على حافز الإقناع لداء الشخصي الآخر إلى اللقاء